بغياب قاعة مخصصة للتدريب تنتظر لعبات المنتخب الوطني دورهن في الحصول على حصة تدريبية بإحدى قاعات وزارة الشباب للاستعداد للمشاركة ببطولة غرب آسيا بكرة اليد التي تنطلق في الأردن نهاية الإسبوع الحالي بمواجهة منتخبات الأردن وسوريا ولبنان وقطر وإيران العراق أحرز المركز الثالث في النسخة الأولى التي أقيمت في الدوحة العام الماضي استعداداتنا المتواضعة بالمشاركة للمرة الثانية ببطولة غرب آسيا هي تحفيز العنصر النسوي للمشاركة الجادة والفاعلة ضمن صفوف منتخباتنا الوطنية يعني بالفترة الأخيرة نشوف البنات ابتعادهم عن ممارسة الرياضة كافة الألعاب ليس كرة اللي يدخلين نقول المدرب حمودي ناصر يثق بلاعباته في أن يتمكن من تحقيق حضور إيجابه برغم غياب المباريات التجريبية في المعسكر الداخلي المقام في بغداد لفريق شكل من أجل حمل لواء اليد العراقية في المستقبل القريب فريق رغم عداد قصير جدا لا يليق باسم هذه البطولة ولكن الحمد لله وشكرا عزم اللاعبات وكادر التدريب إن شاء الله رح نحقق نتيجة طيبة إن شاء الله طموحاتنا كلاعبات يعني إن شاء الله نحقق الفوز ونحقق مع المدرب يعني خلاه من أمل بنا وإن شاء الله الأخير وتوفيق لنا طموحات الفوز تعيش مع اللاعبات اللواتي يبدلن جهودا مضنية لإنجاز خطوة واثقة في مشاركة مهمة تمثل بوابة أخرى للانطلاق بيد حوى إلى أعلى المدايات طموحاتنا كلاعبات إن نحقق نتيجة زينة حلوة حتى لو مركز ثاني أو أول يعني مهم يعني نفع راس بلدنا نجيب نتيجة زينة نتمنى لكل التوفيق بكل اللاعبات إن نحاول نلعب بكل وجودنا جهدنا استعدادات فقيرة للمنتخب الوطني للنساء بكرة اليد استعدانا للمشاركة ببطولة غرب آسيا في الأردن لكن الأحلام العراقية حاضرة في أن تتمكن بنات حوى من المنافسة على المراكز الأولى عدنا لفتا الحرة باردنا باردنا ترجمة نانسي قنقر